طيب في دراسة بريطانية هنتكلم دلوقتي عنها أنا والأستاذة مونة رصدت مجالات الستات بتنجح فيها أكتر من الرجالة بشكل كبير وبشكل فارق الغريبة أن أعمال البيت وشغل البيت ما كانش فيه القائمة خالص لكن من ضمن القائمة دي بيقولوا أن الستات بتتفوق على رجالة في مجالات الشغل مجالات التكنولوجيا خاصة وأن الستات بتتعامل بشكل أحسن مع التكنولوجي عن الرجالة يمكن عشان عندنا صبر وطولة بال وأن الستات بتنجح أكتر أنها تلاقي الحاجات اللي بتضيع في البيت في أي مكان أكتر من الرجالة دايما عارفة لما يقولك فيه المنطلون بتاعي تقوله وهي عدف فكرة عندك في الضرفة الشمال تحت جانب السرير قدام التلفزيون يا بنت اللذينة ده حقيقة طبعا الستات أشر من الرجالة كمان الدراسة بتقول في الاستثمار وتدبير الشؤون المالية ده طبعا وزيرة المالية في البيت وفي العيلة هي ست من الحاجات المهمة لرصادها التقرير البريطاني كمان الستات بتتفوق على الرجالة في السواقة وإحنا شفنا سيدات بيسوقوا مكروباس لنا هنا وقفة وعجل وكل حاجة ومتسكلات النسبة صغيرة فيه ستات بتسوق فعلا ولا أجدعها سواقة وفيه ستات تكرهك في الخروج من البيت بصراحة وأنا ستة هو بقولها وممكن يكون منهم أحيانا بس بتقولك الدراسة أنها بتكون منتبهة للطريق أكتر من الرجالة ولا يعني دايماً الستة مصنفة بصراحة ده في بريطانيا مش عدنا ده مش هنا بصي مش راحنا الستات أهو ساعات بنتلبخ بنبقى مثلاً مركزين في حاجة فمش بصين لا نعمل الإشارة صحة ولا نبص في المرأة اللي ورانا يعني عشان نعترف من برح كان فيه آه ده بوست جالنا بوست من برح عايزين السي بي سي تعملون لبرنامج الستات ما بيعرفوش يركنوا أنا عارفاك وحجيبك على فكرة هنجيبك كلنا لا والله لا 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 الستات والله ممكن تركن أحسن من الرجالة ليه لا يعني الراجل الستة بتركز في كذا حاجة يعني متعددة الأعمال في وقت واحد لكن الراجل لو بيكلم في تليفون هيخبط طب وبيبطق شوية وهو بيكلم في تليفون لا بالضبط طب تيجي نقول الموضوع يعني كلام بشكل علمي فيه إنسان بيعرفي سوق كويس وفيه إنسان ما بيعرفش سوق كويس بس كده لا هي ليه علاقة بالستات ولا بالرجالة كمان إيه تاني بيقول إن مثلا التربية وأعمال البيت والطبخ مش في القايمة دي أنت رأيك إيه؟ مش في القايمة أعمى عشان إحنا كمجتمعات شرقية قصرين فكرة شغل البيت على الست وعلى المرأة وده شيء ما ينتقصش منها بالعكس ده شيء يعني بيزدها شرر هي اللي شايدة البيت هي المسؤولة عنه صحيا وغذائيا وفي كل حاجة دي حاجة جميلة على فكرة في الست هي مسؤولية بس ما طول الست بتشتغل محتاجة ومساعدة وتقدير يا حبيبتي أنت عيانة خلي عنك عملك شوية شربة يا حبيبتي الولاد مش عارف قاعدين المتاع طب أنا هاعد بيهم لو ما عنديش شغل يعني بقى فيه تعاون وفيه دي شراكة ما رجل اسمه شريك الحيالي يعني شريك في الحلوة بس وفي المرأة لأ الست شايلة المرأة على طول طول الوقت مش هو قال لها على الحلوة والمرأة مش كنا متعهدين كنا متعهدين وقلنا بقى الخطبة وكلام ده ليه تقسى بالمرة ليه تنسى مش ليه تقسى ده ينبخش ودخل أغاني بقى بوس يا مونة طبعا على فكرة أن احنا نتكلم يعني كمان على دور المرأة وتمكين المرأة والظلم اللي بيقع على المرأة احنا لا ننكر أن دلك بيحصل في مجتمعات كتيرة جدا جدا ولكن في النهاية هي من صفات الإنسانية ومن صفات البشر أن لازم هيكون في بعض الظلم بيقع أحيانا وربنا بقى يعني يكرمنا كده أن احنا دايما لما نلاقي ظلم واقع لأي فرض في الأسرة في الشارع فيه على فكرة الجلب تتفرم برضو يعني بيبقى حظه وحش جدا وبيقع عليه ظلم كبير فاحنا مش بتاخد الموضوع أن الست أقوى ولا الست أحسن ولا الراجل أحسن احنا عاوزين مجتمع سليم سوي صحي متكامل يخدم على بعضه الراجل بيقوم بدور والست بتقوم بدور من غير ما نقول لازم الدور يبقى كذا والست يبقى دورها كذا فكرة التكامل وإن احنا بقى قلبنا على بعض وضمرنا صحي وعاوزين نعيش في مجتمع سليم صحي ردين متهنين مش هيتحقق ده وفيه فرض أو فيه طرف مظلوم مستحيل موسيقى